متابعي قناة اسلام المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة عن الشاحنات النهاردة معنا شاحنة ممتازة شاحنة عملاقة شاحنة متمعيزة في السوق المصري وفي العالم اجمع شاحنات مان تي جي اي اللي احنا بنطلق عليها مان تي جي اي لكن هي طبعا منها تي جي اي و تي جي اكس و تي جي اس و تي جي ال و تي جي اي ام اكتر مية من نوع من الشاحنات مان لكن احنا بنطلق تي جي اي على اي شاحنة من شاحنات مان الحديثة النهاردة هنتكلم في حلقة مميازة عن كنترولات الشاحنة دي كل كنترول موجود في العربية ووظيفته ايه بحيث ان انا لما يظهر عندي على الشاشة ثلاث حروف او اربع حروف اي رموز بتظهر على الشاشة اعرف منها ايه اصددو كنترول ايه اللي فيه المشكلة والكنرول ده وظيفته ايه في العربية بتاعتي ان شاء الله نكلم عن عن الموضوع ده في الحلقة بتاعتنا النهاردة وفي حلقات جاية ان شاء الله هنكلم عن كل العلامات التحذيرية اللي بتظهر على الشاشة وكل علامة منها آآ بتعبر عن ايه ومن خلالها اعرف ازا كان العطل ده مهم فعلا والعطل ممكن ان انا اعمل له او اسيبه لقدام شوية نستنونا وانتبع مع بعض الحلقة. اول كنترول معانا ما هو مو ديولر او دور كنترول. الهي ت بتطريقة ت demo Consciousness في الابواب او دور كنترول عمينا بتطريقة كنترول والعدمة نصبها ذات ز اب 빠� ده لهو wis schautalım وانبورد لكمبيوتر اوه طريقك دول عربية ولي امبر stukitet او عدى مع تطريقت عارسي اوoy 翻 poneATE او عربي oceanInneral module venti اللي هو بيكون خاص في العربية. وفي الغالب طبعا ده بيبقى خاص يعني حاجة عامة متصلة بيه اغلب الكنترولات. وطبعا في والانوار تمام? بيكون برضو مسؤول عن الانوار بتاعتي الموجودة في السيارة. عندنا اللي هو اختصار ومن ظاهر زي ما احنا شايفين من المسلمة بتاعه خاص بالديزل كنترول او المحرك. وطبعا ده المحرك عندنا في الشحنة عندنا اللي هو ده او كنترول اه التلمة او عندنا كنترول اه الار اي اس الار اي اس جماعة ده خاص بي اللي هو اه توجيه او ديركسيون. ده كلنا عارفين يعني التوجيه او الديركسيون. وده خاص بالمحور الخلفي طبعا في بعض العربات بيكون فيها محور خلفي اه خاص بتوجيه العربية. بخلاف المحور الامامي اذا كان محور امامي واحد او اثنين. بعض العربات بيكون فيها محور خلفي. اه موجود في اخر العربية. مسؤولة عن توجيه العربية يمين وشمال. بيساعد في موضوع التوجيه للعربية. ده بيولي كنترول خاص باسمه في عندنا كنترول اسمه ده كنترول خاص بكنترول خاص بكتاليتك دي اللي هي علبة البيئة. معنى كده ايه بسيط جدا وزي ما احنا عارفينه في السوق. ده يسمى المحول الحفاز او ده وظفته ان هو يمنع الغازات العدم اللي هي الغازات السمه. اكسيد النيتروجين اكسيد الكربون. الكلام ده كله بيتم في عملية في حاجة اسمها كنترول في حاجة اسمها ده بقى وظفته يتحكم في عملية او تشغيل موضوع او المحفوة الحفاز او علبة البيئة. في عندنا كنترول اسمه كي اس ام. كي اس ام ده جماعة يشبه يشبه اللي هو البي اس ام في الاكتروس اللي هو كنترول التجهيزة كنترول اللي هو مسؤول عن اي ملحقة. هي ملحقة بالشاحنة هنا اسمه ده بيبقى برضو خاص بالعملات الخاصة او الوحدات الخاصة داخل العربية زي ما احنا قلنا طبعا لو في ترمبت رفع اللاب خلطت خرصانة ترمبت آيدروليك آآ خاصة بيبتشغيل مدخة خرصانة مسلا كل ده يخضع لي او مرفق وانشي بالعربية بتاعتي فده يخضع كل ده تحت حكم كنترول اي الكي اس ام. اه عندنا كنترول الاي بي اس طبعا كلنا عارفين الاي بي اس كنترول الفورمالة في عندنا كنترول حاجة اسمه اه اه اللي هو اير كونديشنر اه اه ده خاص بالتكيف تمام? جي كي ار جي كي ار خاص بالتكيف. في عندنا حاجة اسمها تي بي ام. اي كنترول تي بي ام ده خاص بآه ضغط الهوى داخل الاطارات تمام? بميكانزم معين كده او طريقة معينة بيعرف ضغط الهوى داخل الاطارات وبيقدر يتحكم في الضغوط دي سواء يعني يعليها او يقللها تمام? بيتحكم في الضغوط داخل الاطارات. في كنترول اسمه الاب هو اللي هو تمام? اللي هو خاص بيتحكم في بتاعي او الوسائد الهوهائية اللي موجودة في التابلوب بتاعي او اللي هي حماية السائق او الركاب عند دلوس استضام او اه حادسة معينة في جسم العربية فتنفجر اللي هي دي عشان تحمي الناس في كنترول خاص بيتحكم فيها اسمه في عندنا حاجة اسمها دي واحدة خاصة بيعني بتجمع الداة الخاصة من الكنترولات التانية عشان تعرضها على سواء بقى الشاشة بتاعتي مسلا لاكواد اعطال او من خلال السوكت بتاعي اللي هو بيتوصل بجهاز الاعطال اللي هو بيديني الاكواد والعطال موجودة في العربية تمام? الانس الي هو هنسترومنت اللي هو طبعا الشاشة هنسترومنت اللي هو الشاشة بتاعي هو الشاشة في عندنا كنترول اسمه voilà ايه? ده كنترول خاص بيتحكم بعملية التوجيه العربية. طبعا كلنا عارفين او عملية التوجيه او عبارة عن زيوت مدخة مدخة او تلومبت زيت خاصة تلومبت الباور بنسميها تلومبت الباور. طبعا في جزء منها كهربي في جزء ميكانيكي. الجزء الكهربي بتحكم فيه كنترول اسمه اي اتش ال اي. عندنا حاجة كنترول اسمه تي بي ام. ده کنترول تليماتيك diagnosis، ده خاص لنظام الاتصالات. طبعا العربية بتاعتي لما يكون فيها نظام الاتصالات فيها تليفون مسلا بيتتابع من الاتصالات بمركز التحكم بتاعي او مركز المتابعة في الشركة بتاعتي او الجراش. فييه خاص باسمه تي بي ام. بيتحكم في عملية الاتصالات من العربية بتاعتي. فيه اسمه اي سي سي اا ادابتف كروز كنترول. والكنترول ده يعني مختص بيتحكم في اي تحكم في سرعة العربية تمام فيه طبعا احنا عارفين مسبت السرعة تمام مسبت السرعة فيه كنترول اللي يتحكم فيه او كنترول خاص باسمه في عندنا كنترول آآ تاني اسمه تمام كنترول ده هو يعني يعادل في شاحنات مرسيدس اللي احنا عملنا معها كتير قبل كده فيديوهات اسمه وده كنترول بيبقى دي اتصال بكنترول اي دي سي مجرد الاني اسمي 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 احنا كنا نتعملنا معاه في الاكتروز ده اللي هو بيخلي العربية او بتحكم في سير العربية على خطين البيض الموجودين على الطريق. بيخلي العربية تمشي في محازات الخطين دول تمام? في عندنا اه اي ستي اي اس. ده كنترول بتحكم في الارب. تمام? في الارب بتاعته. او العربية بتاعته لو فيها ارب هوا انظام او العفشة بتاعته ارب هوا. لازم يكون في حاجة تتحكم في الموضوع ده. انه يتحكم في المستوى العربية الضغوط او تفريغ الارب او تقليل او رفع المستوى العربية تقليل المستوى العربية. من خلال كنترول الاي سي اي اس. كنترول اللي هو بتحكم في العفشة بتاعتي في حالة ان هي ارب هوا. اه اتمنى يكون طبعا قدمنا معلومة مفيدة وبسيطة وبحاول جدا في كل فيديو ان انا يكون اسلوب الشرح بسيط جدا بدون اي تعقيدات ولكن طبعا لازم يكون في مصطلحات انجليزية عشان نعرف المصطلحات دي معناها ايه. لكن بدون اي تعقيد او مصطلحات عربية فصحة. لو في اي ملاحزة او تعليق منتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو. وطبعا ما تبخلش على القناة بلايك والسبسكرايب لأول مرة اتبعنا عشان طبعا ان شاء الله هتستفيد من كل فيديو هنزله. واتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديو الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.